تسعى ميليشيات الحوث الموالية لإيران إلى تحويل محافظة الحديدة لمنطقة منكوبة فالمتمردون أغلقوا مخزناً تابعاً لبرنامج الغداء العالمي وصادروا مواد الإغاثة بعد إيقافهم صرف حصة النازحين في منطقة التريبة بمديرية زبيد وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح كشف كذلك عن احتجاز الميليشيات لعشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة محملة بالديزل والبنزين والدقيق والسكر مبيناً أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب ستة أشهر هذا الإجراء الانتقامي المتعمد من الميليشيات يأتي في إطار مساعيهم لاختلاق أزمة مشتقات نفطية تصب في مصلحة تعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات إلى جانب فرضهم زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60% كما يحاول الانقلابيون زيادة الأزمة الإنسانية في الحديدة وبقية المحافظات عبر استخدام سلاح التجويع والحصار للتعويض عن خسائرهم العسكرية والبشرية المتزايدة في جبهات المعارك استمرار ميليشيات الحوثي في نهب الشعب اليمني وسلب المساعدات دفع مسؤولين يمنيين لمطالبة منصقة شؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن بالتدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن السفن المحتجزة والسماح بحركة المرور الآمن للسفن في الميناء ترجمة نانسي قنقر